اشتركوا في القناة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت أننا كانت عليهم الحكم أما بعد مع شراء الإخوة الأكارم الأخوات الكريمات عنوان هذه الكلمة المتواضعة مولد الهدى والنور أيها السادة والسيدات في هذه الأيام المباركة المشهودة يقف المسلمون مع ذكرى عظيمة ذكرى ميلاد خير خلق الله وسيد الوجود صلى الله وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون وفل عن ذكر الغفل هذه الذكرى التي يمثل ميلاده فيها أكبر نعمة أنعم الله بها علينا وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو النبي الذي لو لا هدايته لكان أعلم من بالأرض كالهمجي هذا النبي الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي لو عرفناه حقا لا أحببناه ولو أحببناه لاتبعناه إنه يا سادة سيد ولد آدم وأول ما تنشق عنه الأرض وأول من يمسك بحلق الجنة وأول شافع وأول مشفع وحامل لواء الحمد يوم القيامة عاش في دنيا الناس حياة زينها بالعبادة والكرم والدعوة والجهاد يا أكرم الخلق يا أسخ العباد يدا يمناك في جودها أندا من الديم يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر جلاك من ضر ولا ورم علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم فأنت يا خير خلق الله إسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم ومن يكون برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنى يوما ولم يضم رفع ربنا ذكره فجعل اسمه يقارن باسمه أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤدن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم تأتي الذكرى لتذكرنا بعظمته وعظمة هذا الدين إذ لولا الميلاد لما كان المبعث ولولا البعتة لما كان الدين ولبقي الناس في طغيانهم يعمه ونحن في هذه الذكرى العظيمة نستمطر رحمة الله ونرجو عفوه على التقصير ونتوب ونناجي صاحب الذكرى عليه أفضل الصلاة وأسك السلام جئنا نناجيك نرجو الله في أمل فهل يرد فتن بالحب ناجاك إن الخلائق ياطاها بعالمنا لولاك ما رحمت والله لولاك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فعلينا إذا إذا أردنا أن يبدل الله ما بنا أن نتوب إلى الرشد وأن نعود إلى المنهاج فيا رب العباد ويا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا عالما بالخفايا والأسرار بحبنا لك وحبنا لحبيبك عليه السلام إرحم ضعفنا وقهر الشيطان مضلنا وأسلح أحوال أمتنا ورد بنا إلى دينك ردا جميلا وصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وزده تشريفا وتعظيما يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يا إله السماء صل عليه كلما دام للزمان دوام وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه الرضا والسلام والحمد لله رب العالمين